كان همان يضمر الحقظ والضغينة لأن مردخاي رفض أن يسجد له فأراد أن يقتل مردخاي ويبيد جميع اليهود أيضا كان الناس في ذلك الوقت يقومون عادة بإلقاء القرعة في الشهر الأول من كل سنة طلبا لمعرفة حظهم في تلك السنة أمام آلهتهم يطلق على الشهر الأول في الفارسية نيسان والذي يقع بين مارس وأبريل في تقويمنا في الشهر الأول أي شهر نيسان في السنة الثانية عشر للملك أحشويرش كانوا يلقون فورا أي قرعة أمام هامان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر إلى الثاني عشر أي شهر آذار عيد الفوريم في اللغة الفارسية يعني القرعة وحيث أن إبادة اليهود لم تكن أمرا بسيطا كان إلقاء الفوريم ضروريا لتأكد من أن هذا العمل يمكن تنفيذه بدون عواق بحسب سفر أستير الإصحاح الثالث العدد الثالث عشر تم تحديد يوم الثالث عشر من شهر آذار لإبادة جميع اليهود كنتيجة لإلقاء الفوريم موسيقى